نقطة تانية وده يمكن الموضوع ده كان عمل ضجة اعلامية والأوريف تتكلم عنه بعد طبعا خروجك وخروج الانفو جراد في موضوع الحي العشرين او خلينا نقول وكر الحي العشرين وكر ده اكتر من وكر طبعا موضوع الحي العشرين ده الموضوع زي ما قلت اتخذ في الاعلام سواء المقروء او المرئي انتوا ازاي وصلتوا للموضوع او ايه اللي جاب الموضوع عندكوا وقدرتوا ازاي تتحركوا عشان تروحوا تدخلوا المكان ده ونقدر نصور فيه والدنيا دي كنا القصة باختصار هو انا سمعت ان فيه نصاب نصب على سكان في الحي العشرين بس عادي يعني خبر زي الاخبار اللي بنسمعها بس لقيت بدأ يكتب لي ناس ويقولوا لي عايزين يجي عندكم المكتب عندنا مشكلة بعض الاشخاص السكان اللي موجودين في العمارة المتضررين من الواقعة وقالوا لي عايزين يجي فهدينهم عند استشارة وجموا على المكتب فلما جولي على المكتب جايبين معهم عقود كان كذا شخص جايب مع العقد بتاعه وفجئت بقى يومها بيقولولي احنا عندنا مشكلة الشخص اللي اجر لنا البيت طلع نصة واخد مننا زي ما لسه ذاكرين محروق واخد مننا الكاوتسيون ده المحروق وتأمين وتأمين تأمين ومحروق تمام والشخص دوت حاليا في السجن الكارسة بقى الاكبر الكهرباء قطعت علينا النهاردة الصبح الكهرباء قطعت الصبح انا سمعت ان الكهرباء يعني اكتر شيء ازعجني ان الكهرباء قطعت ده فيه اطفال وناس كوبر في السن وفيه ناس مرضى وفيه ستات يعني دي مصيبة ان انت قاعد في بيت ما فيهش كاربة وكان ساعاتها برضو الجو لسه مش صيف كان شوية فيه برد فكمان ما فيش هيتسنج ما فيش تدفئة ايه اللي بيحصل ده احنا فين هنا فاول حاجة انا طبعا انزعجت جدا وقلت لا لازم نعمل شيء فقمت فورا انككلمت مع الدكتور كلامة بعد ما الناس مشيت قلت لهم طبعا اقدر رسعيك وكذا كذا سبيني الاولى فكر اعرف هعمل ايه فكلمت مع الدكتور كلامة هو مشكور طبعا اخد رد فاعل فورا وقال لي لازم نعمل حاجة وازاي ناس قاعدة في النمسا ومعندهاش كهرباء يعني برضو توصلت فورا قلت اول حاجة ممكن نعملها هي ان احنا نوصل موضوع اعلاميا بحس ان السلطات تقدر تعرف بسرعة ويقدروا ياخدوا اجراء يعني احنا في دولة فيها قانون كلمت الاستاذ احمد مراد مشكور وقلت له في عندي مشكلة ظهرت طرقة وارجوك من فضلك تتصرف وتيجي معينا تصور تغطي الموضوع ده اعلاميا هو صراحة ما تأخرش جيه هو الفريق بتاعه غطينا الموضوع كامل وصورنا وطبعا الحكومة عرفت في النمسا بالقصة ولكن دي مأساة 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 حقيقية وده بتكون فعلا مصيبة وكرسة حاليا موجودة في النمسا ان اسر قاعدة وفي منهم كتير جاء لسه واصلين النمسا لمش عمل يعني فيه أسر كتيرة ما صدقت ان الزوج لقى بيت عشان عيلته جاية والأسرة بقى جاية مبسوط احنا جايين النمسا ومبسوطين جملاقوا ايه ما فيش كهرباء ولا فيه اي حاجة كارثة طبعا كارثة كارثة